بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سبحانه الملك ملكه والأمر أمره يحي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي إن لم ترضى بما قسمت لك لصلطت عليك الدنيا وماذا استفعل بنا الدنيا يا رب العالمين الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية لا ينالك منها إلا ما قسمت لك ولا أبالي عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق ومع ذلك فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يزخ الكافرين والمشركين والملحدين وعباد الدنيا فما بالكم أيها الأحبة بمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلاة وسلام يلقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في الحديث الصحيح يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها مش عارفين سكة الجنة يؤمر ببناء الفعل للمجهول وعلماء اللغة يقولون إن الفعل يبنى للمجهول لسببين إما بالعلم بالفاعل وإما للجهل به وقد بني الفعل للمجهول هنا للعلم بالفاعل وهو الله فلا أمر يوم القيامة إلا لله رب العالمين يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها فيقولون رسول الله ولماذا يخطئون الطريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام هؤلاء في الدنيا كان يذكر اسمي أمامهم ولم يصلوا عليه فاللهم صلي على المزمل اللهم صلي على المدثر اللهم صلي على أحمد اللهم صلي على حامد اللهم صلي على محمود اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فألم بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حجوز النهاردة بنكلم في موضوع مهم جدا وهو قصة زواج فتى الفتيان من أم أبيها من فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ابنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نتحدث عن زواج فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وماذا نتعلم وماذا نستفيد من زواج هؤلاء الأطفاء الأطهار ونحن في هذه الأيام كل شاب يختار زوجته وكل فتاة تختار زوجها فكيف اختار علي بن أبي طالب كرم الله وجهه زوجته السيدة فاطمة الزهراء وكيف اختارت فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما هي القصة ما هي الحكاية ما هي الدروس التي ينبغي علينا أن نتعلمها من هذه الزيجة أولا إن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو من أول من آمن من الصبيان هو أول من آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها رضي الله عنه وأرضاه عندما كانت فاطمة الزهراء أم أبيها في المدينة المنورة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لخطبتها سيدنا أبي بكن الصديق رضي الله عنه فقد له النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة ثم بعد ذلك تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليخطب فاطمة الزهراء فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة ثم بعد ذلك تقدم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالباً الزواجة من فاطمة الزهراء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي ألك حاجة؟ فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نعم أتيت خاطباً ابنتك فاطمة الزهراء فهل أنت مزوجني؟ شفوا البلاغة بتاعت سيدنا علي شفوا أدب الحديث شفوا الكلام الجميل من سيدنا علي قال له يا رسول الله فهل أنت مزوجني؟ هو لي بدأ بهل؟ لي بدأ بسؤال؟ ألك لأن كل سؤال لابد له من جواب هو يسأل رسول الله ولابد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيب قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وكانت موجودة في مجلس رسول الله صلى الله وسلم وهي أم المؤمنين فرأيت وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل فرحاً وسروراً يبقى أن الجواز ذه زواج سعيد لأنه فرح أوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثم ابتسم صلى الله عليه وسلم في وجه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وبعد كده عمل إيه بقى سيدنا النبي هل قال له على طول خلاص أنا قبلت أن أزوجك إياها ولكن شوفوا النبي عمل إيه عشان كل أب سيفنا دلوقتي يتعلم عشان كل أم شايفنا دلوقتي تتعلم ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء وقال لها إن علي قد ذكر عن أمرك شيئاً يعني علي بن أبي طالب تقدم طالباً يدك يريد أن يتزوج منك أن تكوني له زوجة وإني سألت ربي عز وجل أن يزوجك من خير خلقه فماذا ترين يا سلام على أدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعات الأب يخش على بنته لا فلاني فلاني جه خطبك مني وأنا وفقته والموضوع انتهى والفرح يوم الخميس الجاي خلاص مفيش كلام هذا كلامه لا يصح ما عملش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكبرش بنته إنها تتزوج من شخص معين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا عليه ويريد أن يزوجها سيدنا عليه ما رحش لا أنا خلاص زوجتك علي بن أبي طالب لكن شوفوا أدب سيدنا النبي عشان نتعلم قال لا فماذا تري يعني رأيك إيه يعني ما أكبرهاش إنها تتجوز من شخص اللي لا تريده كما يحدث هذه الأيام جاءت فتاة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة ما بحبش ابن عمي لا أريد الزواجة من ابن عمي وأنا له كارهة فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فجاء فجعل الأمر إليها قال يا رسول الله ابنتي حرة تتزوج بمن تشاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إن ما تفعله حرام فقال هي حرة فقالت البنت البنت كانت متربية صح فقالت يا رسول الله قد أجست مصانع أبي سأتزوج ابن عمي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء يعني إيه الكلام ده يا جماعة يعني أن الأب لا يجبر ابنته على الزواج من شخص لا تريده وإلا كان عليه إثم كبير شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبر الزهراء فاطمة إنها تتجوز من سيدنا علي إذا ما بعض الأباء بيعملوا دلوقتي ولا أنا هتتجوزيه ورجلك فور أبتك هتتجوزيه بيعلم كل أب إنه ما حد شكبر بنته على الزواج من شخص لا تريده وإلا يبعين الوزر والإثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن علي قد ذكر من أمريكي شيئا يعني عايز تجوزك وإني سألت ربي عز وجل أن يزوجك من خير خلقه فماذا ترين يعني شوفوا أدب رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أنا دعيت لك ولا أنا دعيت لك وسيدنا علي تقدم لك ومع هذا رأيك إيه مش عليها لازم تتجوزي سائع علي أو تتجوزي فلان لا لكنه خيرها صلى الله عليه وسلم فسكتت وحضراتكم عارفين أن سكوت البنت يشعر برضاها هذه قاعدة فقية لما تيجي تسأل بنت كده يرايك في فلان فإذا سكتت وحطت كده وجهها في الأرض إيه على حيائها بمعنى هذا أنها موافقة على الزواج من هذا الشخص عشان كده سيد النبي يعلمنا وبيقول لنا أمير النساء في بناتهن يعني سر البنت المفروض يبقى عند أمها أنا مش متخيل يا جماعة أن في أم بنتها ما بتحكي لهاش أي أسرار والعلاقة بين الأم وبنتها علاقة سيئتباسية جدا حاجة صعبة قوي لازم الأم تحت احتضن ابنتها وكل يوم البنت ترجع من الشغل أو ترجع من جمعتها أو ترجع من مدلسيتها تحكي لأمها إيه اللي حصلها وما بقى توجهها تقول لها الطريق الصح إيه خد بالك من كذا اعملي كذا هذا هو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سكتت فخرج النبي وهو يقول الله أكبر كان النبي إذا عجبه أمر كبر قال إيه طبعا الله أكبر كبر النبي سكوتها إقرارها سكوت إقرار طيب فأتاه جبريل عليه السلام الله أكبر نزل عليه جبريل عليه السلام قصة جميلة أو أجمعه الله نزل سيدنا جبريل فقال يا محمد زوجها علي ابن أبي طالب أهو قال أمر من الله يبقى ربنا زوج سيدنا علي من سيدة فاطمة الزهراء وزوج الله الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة كان سورتها بتنزل زي ما قلتها قبل كده جبريل كانوا بنزلوا بسورتها وزوج الله الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابية الجيلة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها ده كل ده بإيه بأمر من الله سبحانه وتعالى فقال يا محمد زوجها علي ابن أبي طالب فإن الله عز وجل قد رضيه له ورضيه لها الله أكبر يعني رضي الله سبحانه وتعالى عن علي ليكون زوجا لفاطمة ورضي الله عن فاطمة لتكون زوجا لعلي ابن أبي طالب كرم الله وجهه وتم الزواج على كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللي عايزة أقول بالحضراتكم الجميل في كل الأمر ده احنا بنحكي عشان نتعلم ان سيدنا علي ابن أبي طالب خطب خطبة جميلة أوي عندما تزوج من فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها قدم لها المهر والمهر ده كان حوالي خمسمائة درهم طبعا يا ترى سيدنا علي ابن أبي طالب قال ايه في خطبة الزواج من اللي قاله قال فيه ايه وإيه اللي نتعلمه منه هنقول كل ده ان شاء الله ولكن بعد فاصل قصير ولسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم ما حجوز النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا بنتنسم عبير قصة زواج سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله واجهه على السيدة المباركة الطاهرة فاطمة الزهراء بابنة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدات نساء الجنة أربع فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم إذن فهي سيدة أهل من سيدات أهل الجنة بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة زواجها وفي ليلة زفافها خطب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكان بليغا فصيحا رحمه الله ورضي عنه خطب خطبة في الزواج ترأل فيها إيه عشان نتعلم قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحمد لله الذي قرب حامديه ودنى من سائليه ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه وأن محمد عبده ورسوله صلاة تحضيه وترفعه وتصطفيه وبعد فإن النكاح مما أمر الله به ويرضيه يعني الزواج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده سيدنا النبي قال لنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ده كلام سيدنا النبي الباءة اللي هي إباية يا جماعة اللي هي القدرة على مؤن النكاح القدرة على الزواج ومن لم يستطع يعمل إباية فعليه بالصوم فإنه له وجاء هتسألوني يعني إيه وجاء يعني وقاية وسطرة من المعاصي بإذن الله سبحانه وتعالى سيدنا علي بيقول لنا فإن الزواج مما أمر الله به ويرضيه واجتماعنا هنا مما قدره الله وأذن فيه هو عايز يقول الأمور بالمقادير وإن كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب وأن الإنسان مهما جرى في هذه الدنيا ومهما تعف فيها فإنه لن يأخذ منها إلا ما قدره الله أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى أفنى وجمع من حرام أو حلال هذه الدنيا تقاد إليه عفوا أليس المصير ذلك للزوال خلونا نستمتع ونتعلم من سيدنا علي بن أبي طالب تعلم منه الفصاحة والبلاغة وهو في ليلة الجواز يخطب الخطبة بتاعة الزواج وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنته فاطمة الزهراء على خمسمائة درهم وقد رضيت فاسألوه واشهدوا يا سلام على الجملة الأخيرة دي فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهدوا يعني مش بس يشهدوا على كده لا ده اسألوا كمان النبي يعني توثقوا من هذا أصل ده جواز أصل ده طبعا دلوقتي الدولة ليه عملت أسايم زواج لأن الناس دي ميتها خربانة أيام زمان ما كانش فيه المسألة دي لأن الناس كانوا بالكلمة الواحد كان بيجوز بكلمة والواحد يطلق أيضا بكلمة دلوقتي الست حتى الأسيمة عند المأزون وكل حاجة معمولة وبطلع عينيها عشان تقول الحق برأبتي وبسيب للدنيا وما فيها يعني فذا يغضب ربنا سبحانه وتعالى ربنا أدين يا جماعة وَإِنْ أَرَدْتُمْ استِبْدَالَ زَوْجٍّ مَكَانَ زَوْجٍّ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيضًا لو ديت لستة قنطار من الدهب قنطار قنطار حاجة كبيرة قوي مش هتعوضها نتيجة لطلقها للخسارة المعنوية اللي حصلت لها عشان كده سيدنا علي ابن أبي طالب بيقول أنا رضيت هنا أنا أديها مهر خمسمائة درهم فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهدوا هو يطلب الشهادة من على ذلك أنه قد تزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله وبأمر من الله ونزل جبريل بذلك بذلك الأمر من الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل نزل على رسول الله وقال لرسول الله إن الله عز وجل قد زوج علي من فاطمة في السماء وإن الله عز وجل يأمرك كما تم العقد في السماء أن يتم على الأرض الله أكبر كما تم العقد في السماء أن يتم على الأرض وفالرسول عليه الصلاة والسلام نفذ أمر الله سبحانه وتعالى بس يشوفوا استخدم صلى الله عليه وسلم الأصول والقواعد ما اكبرش بنته على زواج من شخص اللي لا تريده درس مهم جدا ياريت كل الأبهات اللي شايفين دلوقتي وكود الأمهات محدش يفرض على بنته زوج لا تريده الزواج من شخص اللي لا تريده ممكن البنت تختار غلط احنا نوعيها ونقول لها مرة واثنين وثلاثة وهي تتحمل المسئولية بعد ذلك طبعا جهاز الزهراء حضراتكم هتسألوني لما سيدة فاطمة الزهراء الجويزة سيدنا علي ابن أبي طالب يا ترى الجهاز بتاعها كان قديه طبعا هقولنا المهر بتاعها خمسمائة درهم يعني حوالي كده متين وخمسين مسقال من الفضة تقريبا يعني حاجة حاجة بسطة جدا الامام علي ابن أبي طالب كما تقول كتب السيرة جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بمهر الزهراء الدراهم خمسمائة درهم فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا هو مهر ابنتك فاطمة الزهراء رضي الله عنه فأمر النبي شو بقى النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ثلثها في الطيب تلت الفلوس فنحطها في الطيب شو لابي طيب روائح طيبة وبرفنات وما إلى ذلك وثلثها في الثياب شوفوا شوف الاسم الجميلة لسيدنا النبي عشان ناس تتعلم بس ثلثها في الطيب وثلثها في الثياب ثلثها في الثياب وقبض قبضة كانت حوالي ثلاثة وستين لمتاع البيت ثم بعد ذلك دفع الباقي إلى أم سلمة فقال أبقيه عندك يعني ما خدش المهر كله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما خدش المهر كله صلى الله عليه وسلم واشتغلها به حاجات لكن أبقى قليلا وقدم سلمة عينيه عندك وثلثه في الطيب وثلثه في الملابس وثلثه لمتاع البيت المتاع البيت ده كان ايه كان مخده محشية وحصير وجرة حاجات بساة جدا وإناء يعني مكنش في حاجة مكنش يدينا ده ده معقدة كده زي ده دهوقتي لازم يكون البوتجاز من مستورد و لازم يكون مش عارف قطهم من إيطاليا و لازم يكون الصالون من فرنسا يعني أشياء كثيرة جدا إحنا اتبنىها مع إني طبعا يحنا نيصل على الشباب يا جماعة علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا أجي الحاجة مهمة أوي أختيب بيها النهاردة الحلقة وليمة العروس الرسول عمل إيه صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ابن أبو طالب أولم يعني عمل وليمة قاد الإمام علي قاد ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اصنع لأهلك طعاما ثم قال من عندنا شو بقى النبي شوفوا الناس عشان بس الناس ما تيجي تتجوز يعملوا إيه قالوا يا علي من عندنا اللحم والخبز من عندي أنا شركة تعالي أعمل شركة أنا وأنت يا علي من عندنا اللحم والخبز وعليك الطمر والسم قسم البلد نصين مش كله على عريس ولا كله على عروسة لأ تعالى نقسم البلد نصين إحنا الاتنين نشيل إحنا الاتنين نشيل ده سيدنا النبي اللي بقول كده قال له يا علي إحنا هنجيب اللحم والخبز وإنت عليك الطمر والسم فاشتريت طمرا وسمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه أجمعين فالنبي يعني شمر دراعه فحصل عن زراعه شمر دراعه صلى الله عليه وسلم وجعل يجدخ الطمر في السمن حتى اتخذه خبيصا وبعث إلينا كبشا سمينا فدبح وخبز لنا خبزا كبالكثير أدي العمر سيدنا النبي بنفسه عمل لبنته صلى الله عليه وعلى صحبها جميع ما استنكيفش وقالش أنا رسول أو أنا نبي لا ده الناس تجي تعمل لبنتي لا هو اللي عمل لها بنفسه صلى الله عليه وسلم وبعدين عشانا ما رجل نعمل فرح لا انتوا عليكم كذا انتوا عليكم الفرق الشابكة لا احنا علينا كتب الكتاب احنا علينا حجز القاع ونقعد نعمل مصايب ومشاكل وساعت نبوز الجوازة القاع ده ايه احنا بس ما بنقراش القاع ده يا جماعنا قدامنا ايه الرسول ما قالش يا علي انت عليك كل حاجة تعمل كل حاجة أنا مقدم لك بنتي على طواق من فضل لا لكن الرسول قال له يا علي نقسم بلد نصيه انت عليك أنا عليها الخبز واللحم وانت عليك ايه وانت عليك الطمر والسمن يا سلام على أدب سيدنا النبي يا سلام على أخلاء سيدنا النبي يا سلام على حسن تصرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم قد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع من احببت فأتيت المسجد وهو مليء بالصحابة فاستحيت ان اشخص قوما وادع قوما ناس كتير اوي ثم صنعت على ربوة هناك وطبعا وقلت اجيبه الى وليمة فاطمة فاقبل الناس فاستحيت من كثرة الناس وقلت الطعام فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بداخلي فقال يا علي انني سأدعو الله لك بالبركة فدعا له النبي بالبركة فالأكل شاوى حدة اطعمت كل اللي كانوا موودين في فرح وفي وليمة عرس السيدة فاطمة الزهراء بقول لك واقل القوم عن آخرهم طعامي وشربوا شرابي ودعوا لي بالبركة وحوالي أربعة ألاف واحد ولم ينقص من الطعام شيئا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام آخر حاجة حقولها ليلة الزفاف سيدنا النبي عمل ايه لما كانت ليلة الزفاف بتاعة السيدة فاطمة الزهراء النبي صلى الله عليه وسلم أتى ببغلاته الشهباء وحط عليها قطيفة على ظهراء قطيفة وقضى لفاطمة إركبي سيدنا النبي بيزف بنته ما زفاش باع على عربية أحد الصيحة ولا أخر موديل ما كانش فيها عربيات أيامها لكن زفا على بغلاته صلى الله عليه وسلم عزكم الله فأركبها وعمل ايه كمان سيدنا النبي وأمر سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يقود بها إلى بيتها كمان السواء اللي بيقود كان سيدنا سلمان الفارسي إلى بيتها وأمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضينا في صحبة فاطمة وأن يفرحنا ويكبرنا ويحمدنا وخدوا بالك وأن لهم لا تقلنا إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليًا بيمينه وفاطمة عليها السلام فاطمة رضي الله عنها بشماله وضمهما إلى صدره فقبل بين أعينهما وأخذ بيض فاطمة فيضعها في يد علي وقال له بارك الله لك في ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أجمعين يا سلام والله قصة جميلة وقصة ممتعة علمتنا حاجات كتير قوي علمتنا شوفوا ما نيجي نعمل الفرح ما يقولكش كله على عريس أو كله على عروس لا شوفوا السيدنا بلد نصين هو ده هادي سيدنا النبي يا جماعة محدش أكبر بنته نا تتجوز من شخص اللي تريده النبي جاب بنته يا رد كده كل أب كده ياخد بنته من إيديها وبعدين يجيب جزهة في إيده اليمين وهي في إيده الشمال ويدهاله ويدعيله يقول له يعني يدعيله بهذا أعتقد ده اللي عمله سيدنا النبي سيدنا النبي كمان جاب بغلته صلى الله عليه وسلم وحط علىها أطيفة وجاب وركب علىها فاطمة الزهراء وخلى سيدنا سلمان الفريسي يقود الداب وجاب بنات الأنصار وبنات المهاجرين وولاد عمها وولاد خليتها وكل الناس الموجودين في المدينة البنات وقال لهم لا تقولنا إلا خيرا هو ده يعني الخلق الفاضل والأدب الجم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والصحبية أجمعين يريت نحكي الحاجات دي لولادنا يريت نعلم الحاجات دي لبناتنا والله يا جماعة لا خير فينا إذا لم نقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام لا خير فينا والله إذا لم نقتدي بالسلف الصالح رضوان الله عليهم وصلتنا بعض الأسئلة عبر البريد الالكتروني للبرنامج أنا حجواب على بعض من هذه الأسئلة حسب ما يسمح به وقت الحلقة عندي رسالة بتقول لي يا مولانا زوجي مدمن خمر ولما بيكون سكران بيضربني ويهني طلبت الطلاء لكن بيرجع يعتذر ويطلب مني أن أسامحه أولا إذا ضربك هو السكران يعني المفروض هو طبعا في حكم خلاص فقد عقله والإنسان إذا فقد عقله يعني مسألة صعبة جدا فأنت واجبك في هذه الحالة لا تعود إلي إلا إذا أخذ عهدا على نفسه بأنه مش حشرب الخمر عهد قدام ربنا سبحانه وتعالى وبعدين إذا كان ده مرض ولا حاجة خديه وديه الدكتور عشان يعلقه ويتابعه إنه هو يمتنع عن شرب الخمر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا أمر من الله يجتنبوه يعني ربنا ما قالش بس إنه حرام لا ده قال لي يجتنبوه شفيه ملعون البيت اللي فيه خمر ملعون الإنسان اللي بيشرب خمر ملعون المنطقة اللي فيها اللي بيباع فيها الخمر وإنت يعني غير راضي عن هذا يعني هذا شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ينبغي عليك أن تبتعد عن كل ما يؤدي إلى غضب ربنا سبحانه وتعالى عليك أما يكون السكران بيضربك الزوج الصالح لا يضرب زوجاته ولتقبل كده يا جماع الأخيار لا يضربون زوجاتهم وطبعا لما طلبت الطلاق بيرجع ويعتزل خلاص ما دومت خلفت منه عيال ما عليش تحمل شوية لكن خديه الدكتور وبعدين إذا كان بيشرب خمر ربنا يتوب علي يا رب العالمين يعني خليه صلي كده ويرجع لربنا ويجب لازم تصلي وترجع لربنا سبحانه وتعالى وقال له مش هتشرب خمر الآخرة قول له ربنا ما دومت شربت خمر في الدنيا مش هتشرب خمر في الآخرة خمر الآخرة بقى إيه زي ما ربنا قال طبع زي ما ربنا وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن العظيم يغطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريقة وكأس من معين يعني كأس من معين يا جماعة يعني كأس من خمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني الخمر دي بتاعة الآخرة لا يجي لهم منها صداع ولا ينزفون يعني إيه ولا ينزفون يعني ولا يسكرون منها ده نعم عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى ويدعيله أرجوك كمان تتوضي واتصال لربنا وتدعيله تدعي الجزك بالهداية والله يا بنت ربنا هيبدلهولك هيبدلهولك عندما يعلم منك صدق النية لما تكون نيتك خلصة لله سبحانه وتعالى أكيد ربنا هيستجيبلك ربنا يكون فعونك ويصبرك على هذا الابتلاء الشديد كدنا عندنا ابتلاءات كتيرة أوي لكن دي الكيس فينا اللي بيرضى في قضاء الله وقدر وخد بالك عايز أقول لك حاجة أنت وكل السادة المشاهدين ما فيش حد ربنا كرمه إلى بعد ابتلاء لازم يقول تمتحن وتختبر وتبتلى والابتلاء يبنى جديد أوي وصعب أوي وانت خلاص مش طيئ نفسك وتقول يا رب امتى النصر يا رب امتى النصر يا رب امتى النصر ويقودون مته قل عسى أن يكون قريبة بكل تأكيد النصر حيجيلك من عند ربنا سبحانه وتعالى عندنا أيضا رسالة تانية بتقول لنا والدتي مريضة وجوزي منعني أروح أشوفها من فضلك وجهه لرسالة طبعا حرام على هذا الزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أمها لأن عليه إثم كبير في هذه المسألة رسالة تانية بتقول أختي جوزي يا مولانا بتعمل حاجات وحشة وأنا عارفة هل أقول لجوزي ولا أستر عليها بتعمل حاجات وحشة أختي جوزي أنا أنصحك ما تقوليش لجوزها أنا أنصحك أنك تعودي مع أختي جوزك وتفهميها بالراحة وتلمحلها من بعيد بطريق التلميح للتصريح وتخوفيها بربنا سبحانه وتعالى يمكن يمكن يا بنت الهدية تيجي على إيدك تب سطرتيها وخدت عليها ثواب عظيم أوي وخد بالك قال عليه الصلاة والسلام من سطر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة اللي يستر حد أبنا حيستره في الدنيا وفي الآخرة ومن فضح مسلما لن يترك الله سبحانه وتعالى ولو في قار بيته وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله معز بن مالك وكان قد ارتكب جريمة الزنا ولما طبق عليه الحد بكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للراجل اللي ربهوله هو كان يتيم وأبو هزيل الأسلامي اللي ربه جابه ورحبه لسيدنا النبي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هزيل الأسلامي جملة عظيمة أوي قال له يا أبا هزيل بئس ما صنعت بيتيمك يعني يريتك ما كنت جبتهولي يا أبا هزيل بئس ما صنعت بيتيمك لو سطرت عليه بطرف لدائك لكان خيرا لك ولكان خيرا له لو سطرت عليه بطرف لدائك لكان خيرا لك ولكان خيرا له فارجوكي استوري عليها لكن علجيها استوري عليها ازاي ما تبضحش الدنيا خليك آخر وحدة يا آخر وحدة تعرف المسألة دي خلاص توليها بالطرق لكن ما تسكتش على هذه السيدة هذه المرأة عودي معاها ولا بتعملي ده غلط ويغضب ربنا سبحانه وتعالى وهدي ديها انك ممكن تقولي الجزهة تقولي لحد كده يعني خليها بس ترتدع لكن استوري عليها وربنا كده هيستورك وعندما والله يعلم الله منك صدق النية هيديها لك ان شاء الله وهتبقى انقصي اسرة من الضيعة هتبقى انتصرتي في معركتك مع الشيطان يا جماعة يا جماعة احنا في حرب شرسة مع الشيطان الرجيم مع هذا العدو المضل المبين الشيطان رايح النار رايح النار هو ريح جهنم ريح جهنم بس عايز يغدك معاه عايز يغدك معاه النار فأنت هتسمع كلامه ولا لا هو يدعوك الى النار فأنت واجبك انك تبعد عنه آخر رسالة يا حماتي مجنناني ومقوية جوزة عليها درجة انه هددني بالطلاق ومفيش حاجة عجباها اعملي طبعا اعملي مع حماتي كل خير حاول ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيها عمليها المعاملة الطيبة واصبري عليها ربنا اكيد هيكرمك واصلح لك حالك ان شاء الله اشكر حضرتكم جزاكم الله خيرا نلتقي على خير في الحلقة القادمة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة